اشتركوا في القناة 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 شكراً لك نعمل فأنا نتشعر بها فأنا نتشعر بها فأنا نتشعر بها ونقشتها لابدت من المسائل ونقشتها فأنا قمت بها فأنا لم يعد أدريك فأنا قمت بها فأنا قمت بوش عب ونقشتها ونشكر ألي ومن الجلد التعديد منه البريسي فلن يقوم بعمل عائلة سضعتها ، إبنها وأنا أتجلت رجلية ونقدمها معك بريسي تدخل من بمريل ويقوم بشكل أفكار ويقوم بشكل أفكار تتحكم وكانت تتحكم منها كانت تتحكم وكانت تتحكم وكانت تخلص الملحن وكانت تخلص هذا وكانت تقول لها والدي شوف كيف يدليه الديني كنا يدريه واحدة زعمه لكي يجيبوهن العين سبعة ونضيها فيه لكن هذا الشيء دابة مني طلقتين انتي منه ومن المرحوم ومتفق منه كانت تتحكم من المنزل زعمت عليك لما تتحكم حتى تتحكم فنيمت عليك وكانت تتحكم وكانت نراس fortunات لكي ف Scott بطلق ليك هل لكي لا تتحكم انه لم تتحكم لكنه لم تتحكم ويالله ما ادبت لسنة نعم هي هذه المرد ويقوم بها تخميم وكان في الدرق الولدين ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها ويقوم بها وكانت سكنت فاشل وكانت سلاقت الماكينة كانوا يقولون وكانت سيدي ويقوم بها وكان سيموه احمد وكان عدت وكان طران كينات ذات ونصلت على الدرق الولدين وكانت سيدي سيدي و بتناقل وقوم بها رأيتها درق الولدين نرحمهم وكان سيدي أخوها من الهولندا أخوها من هولندا أعطيها لها هيبة أعطيها لها هيبة أصلاً كان مريض ويكتب لها لا يمكن هو الأب هو الأب وهو عبد من أبو كثيرة وقالت المتابعة وقال لها سياتي كان لها لها ليس لديهم وأنا لم أتحدث معهم وأنا بلجيكا وريق أن نسمع ما هو السبب الذي يجب أن تتطلق إليها في هذه الوقت؟ خطور مستعمرة خطور لا تعدها كانت يقولها كانت تضربني لا تطلقني بالعصاق لا تطلقني لا تطلقني لا تطلقني لا تطلقني لا تطلقني لا تطلقني سيقولي يا ولدي نحتاجنا أصعبني الأمور لذلك أنني كنت تطلقًا لديها في عين السبعة مجلسي المشكلة لكن عندما تتطلق كورونا حبسنا كل شيء كيف يكتب إليها كل شيء لا تطلقها لذلك قد عدتها لا تطلق أو حسنه كل شيء سيكون بإمكانها كل شيء كيف تتبع ذلك مم سيكون بإمكانها لما يكون بإمكانها قبل ما يمرض بشعيب او منمورة بشعيب قبل ابو شعيب بدأت بسيم محمد واللول هذا تكملت ببو شعيب بدأت بسيم محمد واللول حتى وحقها يلا بها درويج لا هادك ولا هادك نزعلات قليديزة ماكيناء رجال ما بغيش يتفهمني انا هادش رجال دراوش وحاطينك هذه الخيرات كاملة وتتقتلهم بالعصاق ومتعطيهم 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 أحسن كنينك دفعهم أحسن كنينك دخلهم وطلبوا فيهم هاد سيدة واش ما عنداش شي عقاب معداتش ا impacting اشى شكرا لك والله لا انا تصدمتcemos فايشي لقدتني اه غادي نختم معاك ايه لانا انات بقى لايناك كل خير وما زل عطيمك تقتلهم بالعصاق انت هوة تسمحين من ابابة والدي انتظرى هذه شكرا لك والله اقسملك بالله العلي العظم يلا تنقل زحمك انها انت لديه دخول اجراء في الكروسة و السيارات أجيب بدي مكانات التنعام؟ أجيب بديك وتحقيق إيش لديك بجريب 관련 المدينة أجيب بديك و أجيب هذا و لكن كيف هل تتحرك؟ لا أسنع على ذكره الكلماء التي قلت لي تبقى للدين دي لسؤال آخر لا تحاولت مع الجميع الأمر تقول لي عافية أرجاء لنا لتصبح الأمر لا أتدخل على ذلك لا معاه هو خاط rate أقول أجيس سأقدم عليك السؤال خليها هي اذا ما بينك انا قدلك هالسؤال كنت الرأي لا يستوع معنا مميز وبيدة راجلك مني كان راجلك مني اتطلقته ما حاولتيش انتي تهضري معاه انه يرجاع وتصلحوله امور على وجهه الوليد هذه الساعة قدرتين انتي بعد هذه المحاولة الزعمة ما كانتها مشكل مع بعضاتنا هو بغى يدخل بحالة المغرب ما عجبتوش بلجيكا والله هي ما عجبتوش بلجيكا هو دخل بحالة المغرب وحنا بقنا في بلجيكا وحنا بقنا في بلجيكا انا خصني حياتي في بلجيكا وهو دخل بحالة المغرب وحنا بحالة المغرب وحنا بقناة المشكلة ما حال هذه الخوط بناتهمهم يعني هذه الزوجة الثالثة عندها اخوها هو اللي كان راجلك انتي قبل ما تطلقه وشكون اخر اخوه لي في هولندا هذه الملكينين انا سوف ارجع معك مشاهدنا الكرام سوف نشوف مع سامير في الموضوع سامير سمعت الأم ذلك انت الابن من السي محمد اللي ذكرات هند اللي كيدوي به بشعيب الان هو وفاقي للأهلية كيفاش العلاقة ديال كنتا مع الاب وفي نفس الوقت كيفاش العلاقة ديال كنتا بهد العمّة اللي هي الزوجة التالية ديال بشعيب السلام عليكم لولد كان الى مريد ان 2017 2018 كان احتل ليا يومين الولد كانت اللي هنأى المغرب اديف بخينا دايمن انت دايمن انت دايمن انت في الوالدة الحمدللله في البراحة وتجربتنا لجبلاً لكن معي وعتورة عندني وعنية الثالثة سأل المقتل لتبع وبالتالي مكتلك الإصرافة لا أتحقشة لا تخبرتني فقط لا يعتمد أنها لا أشبه لا يريد أن مرأس هذه المرة يمكنني شفيته كمير مرأساً كما أنه مثل أنه كمير مرأساً يقليد الثمود المثال يسمى الجنروس مع ذلك المرأساً في المتابعة يجب أن يجب الأرم ويجب أن يشعر المهمة أول مجددا أن أترى الأمر قلت له يا ربك لا أترك هنا أجلت عليك وهادي وهادي دائما تحاول أن أجل تحزين من الوالد أجلت أمتك أجلت أمتك و أجلت المريض أجلت أمبيا و أذهب إلى المغرب أجلت أمبيا و أذهب إلى المغرب و أجلت لي أن أفعلت أنا و أجلت لم يكن بسبب إلي أن أجلت و أجلت أمتك و أجلت أن السبب يجب أن أجل أن يتم رؤيته و أجلت لي أن يتم رؤيته و أجلت أن أجلت دائما سننجده و أجلت أن ستزلت و أجلت أنت فقط أصبح أسراته إلى وآخر تبقى أجل مجرسة لا تريد أن أجلت إلى الأمر وكتخليني نهضر معاه ولكن دايما معاه شي واحد موليدا ولا 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 دا الشهود يبقى معاه ما نقدش ناخده معايا ما نقدش ندي معايا ناكله ولا نمشرب معا شي كاس ولا نخرجه خسو يبقى قدام حسو يبقى قدم الدار عنده وقلت لها قلت لها عمتيز عما كيفة شو قلت ليا لا هاك شوفوه ولكن ما تديش معاك جاد لي غريبة جاد لي فشكل قلت لها خلتي عمتي كمو ساسفه قلت ليا لا ذاك شليكين وما تخلينيش قليز معاه نهضر معاه وقلت لها وش نقدر ندي معايا سبيتر قلت ليا ما يقدرش يخرج ما يقدرش يتحرك من هنايا من قدم الباب ديالي لا بغتي بغتي مرة اخرى بغتي تجي تشوفو خسو يدخل عندي للدار وانا مصغرين ما كندخلش عنده ومعنديش علاقة معاه ايوان طلب الله سبحانه تعالى يكون شاهد معنا فاذاك شي ووقف معنا ان شاء الله ياربي الحق وش نقول لكم سؤال اللي عندي معاك هو انت قلت ليا بانه نفس اللي وقع البشعيب وقع التالي نحنا قبل قلت ليا عنده مليار قلت ليا عنده ضار كبيرة فيها ماجازة فيها برميان دوزيان تروز كل شي فتولها بسميه تهيام ري مرض شرح ليا ايوان شو نقول لكم باش ندفع لحق ديالي اه شفت قالوا لي يا ولي بخوفكينين قالوا لي يا كتب له كل شي صداقة يعني لما عندي تاشي حاجة ما عندي تاشي ورث والواليد الحمدلله كان لبس عليه كان عنده الدار ديالو في سيدي معروف الرابع وكان عنده اه تبارك الله شي باركة في فلكونت ديالو يعني تاشي حاجة ما وصلت لي ما هو الرقم اللي تقول أن كتب مليار اه وصلت تقريبا مليار وصلت وصلت مع المحامي وكل شي هذا لوحد التالي قد يدل له هذه الهيبة في القورة وش ملي كان صحيح ولا من المرض كان مريض فى هذه القربيه التي كانت على 4 أصبحته عنده لم يكن لديه شكوشي و تنساكن في معروف رابع وغير طاح المريض وصل في الترمبوس وخلته عنده في الدار قد تفيده عندما كان مريض فإن فرصيديوره كيف يدرون اللوالده كيف كيف يدرون الوالد كيف يدرون الشيبو شعيب كيف يدرون نفس القصة الوالد هذا ما هو السيوغ هذا ما هو ربي عالم و غضي سيوغ لا شيء غير السيوغ هذا ما أكد عليه صحيح أعطيتني واحد دليل أنك تتعود لي القيصة وأنا رأيه معارفيني إذا كان هذا كلام لي قلت لي ماشي هو لنكونوا صراحة قلت لي عندي شاهد أنه الوالد مني كان مريض جاء عندك شاهد قال لك راباك مشات مع البنك هذه الساعة وتقريبا سلم لي عاشي المبلغ دي المائتين مليون وهذا الشاهد كونه فؤاد فؤاد لي قال لي كانوا يخرجوا البنكي من البنك والوالد فؤاد لي قال لي سامير كانوا يدعوا الوالد ديالك في التنوبيل مع عمتي باش كل مرة يبدأ يفيدو الكمت بغداء مخصو قالوا لي أولا وفؤاد مشامعهم شمرة في التنوبيل مشامعهم كان معهم في التنوبيل ماذا من عام تقريبا؟ في 2019 2018 ديكسا ما زال ما نشقش عليها هو باقي معها؟ هو باقي معها من نطح مريض هو باقي معها في الدار وهي كدير كدير في ما بغاك هنا غنسولك سؤال ما حاولتيش إنك تشوف الإطار القانوني القانون باش نشوفه وش هدش الله طاسي محمد اللي هو باقي اللي هو أخوها من اللي كان كي تلاهد الهيبات وش كان بعقله؟ او كان فاقي للأهلية ما حاولتش شوف هذا القانون في هدو كليدات؟ عندكم الوراق ديال؟ امتى مرض لأب ديالك؟ امتى كانت تقرير طيبي امتى فقد الأهلية ما بقى شكي عرف ما بقى شكي عقل كبر؟ و امتى تسلمت إيتش؟ واش؟ هو كان؟ بعقله؟ او لا؟ امتى تسلمت شوفوا ديالب الشعيب نفس الهتوار اللي هو واقع ديالب الشعيب من طاح مريض قبل كان صحة ديالله كوشي مزيان كوشي كان عنده غير طاح مريض انا عام من البعت بدتكت نكن مريض بدتكتتخرج منه كل شيء بدتكتتتطل لبروسيدور ديالله هدكت القانون ديالله بدتكتتتتمشي لابنك وتجبد منه الفلوس بزعماء نفس الهتوار ديالب الشعيب مع الواليد اللي يرحمه كان الاب ديالكنتا اللي هو اخوها الله يرحمه وكان اخوها اخر قلتني في هولندا اسميته ساعيد ساعيد كثيرا العلاقة ديالله بها مع عامتي مع عامتي ما عندهمش علاقة صافي شد ما عندهمش علاقة مزيانة بناتهم تخاصمو حت شف هو اللي عود لي يا حت انا عندي علاقة معاه في البره كانت تصلو بعض مرات قال لي يا ديك عامتك ارمو جريمة كتشد 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 الواليد ديالك كتضربه وكتحيد منه الفلوس وكتعيره وكتكرفس عليه يعني شف هو منيجا هنا يا شف الظلم ومني شف اذيك شي خد حقه ديال الدرجة ديال معروف الرابع وشرف وشرف اذيك الورث ديالي ديال الواليد كتب العمتي كتبله كتبلها لا اسمت ك الهيباء قال لي رأى ذك شراء منقر ما غسكش ديرو غسك تعتول حق رأى السيمو حمد عنده ولد غسو وي ورده ذك شي قال ليه ماشي شغلك ذك شي خليني ذك شي أنا نتكلف به ودوزت ذك شي كل شي لولاده سؤال أخير اللي عندي معك هو في الوقت أنا غنبصت معك شوين حيضوا من العربية حيث أنت عندك الفرنسية بزاف شد شد شوية العربية أنا غنبصت معك هاديك نوقيتها اللي بقى عرفت يا مريض ما حاولتش انت بقوة القانون تحيدوا من عنده وتشوف انت تأمنوا إلا كانت الأم دير كان عارف أم ديرك تيايه يحدايا في بلجيكا كينا ليه مكينة شنا وكانت ضربية كورونا صعبة شوية وانت كتجيك وكتبشي من المغرب ما حاولتش تشوف شي حد أم الا العائلة اللي بقى عندكم إلا كانت شي حد في المقربين اللي في انتأمنوا ما حاولتش ديردلي فور كمام بانسر 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 ما كتخليش هي من الوالد كان الحمدلله قبل كان صحة والسلامة مزيان ما كتتطلقوه عسك مني طاح مريض وكتنتف منه الفلوس ما كتتطلقوه تتسلم منه مزيان تتسلم منه مزيان وانسر سمعت الخبار والوالد في الأخر لا تخوز يماني سمعت والي قال لي كتكدربني كتكدرب الوالد لا دغنيها يعني ما وجهتش انت بهذا الكلام واني قال هل كنت كبرتي شو نقولك ما تقدرش يا سي يوسف ما تقديرك العم ما وحشمتي شو نقولك زعم قدر العلاقة العلاقة الثاني الغلاصي والعلاقة بين بشعيب وبواك كي كانت مزيانة صحيحة كانوا يبغوا بيناتهم كانوا مزيانة وانا عندي زعم عندي نظرات وعندي لماش بشعيب تبارك الله صلى الله عليه دايما زعم الرجل دي الخير والحمدلله والسواب و و هو نيت نيك الوالد مريض قال لي يا ساميلا جيدخل عند عمتك وانا ما كانش عندي علاقة معها ما كانش بغيت زعم 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 وعيصان كي دوزو زع ما في غوبورتاج وذاك شي قلتانا يقدين نحاول باش ندل مجهدية لي باش نبين الحق وندلها لدماخش باش نشوف اذاك شيش وقع اكزاكتمو مع الواليد مع مع عمتي كانت من الكتوفيق شكرا لك الله يوفقك مشاهدين الكرام شوف الكلمة الاخيرة مع الام زبيطة سمعتني ولدك هدول واليد اللي عندك مع السم وحمد الله يرحمه شي كلمة اخيرة من عندك والله ينصر الحق سيدان الله يجيب لي قدي وقفها على حدها وغطى ربي الله يشوف من حالاتك المريض حتى هو والخير بيعطى لها كل خير وما عرفتش ليه عرفت غير غير دبز نعنا خاسوا احسن كنينيك احسن سواء باش اهد ماش عايب مسكين خسو ايه ايه اتحلا فيه انها تتعدى معدية 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 لانا زي ما كنا ما كشني خدي حبسها هادي والسيد مشي تسوانا وانيبقى فينا وهو مساكن المردها ما عطينا كل خير وتعطيهم العصا وما تتهلاش يفهم خاسهم يكونوا في احسن كنينيك هاشين انت انت من النام الله يشافيهم الله يكون معاهم لانا تقولوا الحق اربي يشاهد علينا لازدنا على شي حاجة اربي يفق منك لانا بغنات توقف على حده وصفت الله يوفقك يا ربي والله يحفظك الوليد واللي عندك مشاهدنا الكرام كما تبعتم على لم اكن ابالغ في الكلام قلت مستجدات وشيئا ما صادمة نفس المعطيات اللي اسمنا هنا من عند عصا مفؤاد من عند طرف اخر يميل في القرابة الزوجة التالتة موضوع النقاش مشاهدنا الكرام دورنا هو ايصال صوت متضررين الى من يهمهم الامر وكذلك قصة للعبرة ولا ننسى انه الطرف الذي هو موضوع النقاش نحن نرى الاشارة للتقيب في اي وقت نحن لا تتبعوا الهدمينف وسوف نوافقكم دائما بالجديد بحيتيات القضية مشاهدنا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم